انتقل الاعتراض على تغطية وسائل الإعلام الغربية من خارجها لداخلها بعد ما بلشوا الموظفين يتحركوا ضد إداراتهم حاولها 900 صحافة أمريكية لحد اليوم من رويترز، لوس أنجلس تايمز، وواشنطن بوست وغيرهم موديوري سالي اعتبروا فيها أنه غرف الأخبار عم تبرر التطهير العرق وطالبوا مؤسساتهم باستعمال كلمات مثل دولة الفصل العنصري، تطهير العرق والإبادة لوصف ارتكابات إسرائيل بحق الفلسطينيين بالتوازي وقع حاولها 100 صحافة فرنسي على عريضة بالطالب بالسماح لهم بالدخول على غزة لتغطية الحرب ونقل يلي عم بيصير على الأرض للرأي العام وسبق هيد التوائع رسالة من مراسل بي بي سي بيروت للمدير العام للمؤسسة البريطانية ينبه فيها أنه تغطية القناة عم تغيب السياق التاريخي للصراع وعم تساهم ضمنيا بتعزيز الدعاية الحربية الإسرائيلية بالوقت نفسه اجتمح حوالها 200 عامل بتلفزيون ABC News لأستراليا مع الإدارة وعبروا عن قلقهم تجاه التغطية المنحازة لإسرائيل والرفضة لاستعمال مصطلحات مثل اشتياح واحتلال وإبادة اعتبروا كمان أنه المحطة عم تتكل بشكل أساسي على بيانات وتصريحات الجيش الإسرائيلي بالمقابل نظمة مجموعة تكتل الكتاب رايترز بلوك المؤلفة من عاملين بالإعلام وقفة داخل بيحة نيويورك تايمز طالبت فيها إدارة الجريدة بدعم وقف إطلاق النار علنا ووزع المعتصمين الجريدة أطلعوا عليها اسم نيويورك ورق رايمز اتهموا فيها الجريدة بالمشاركة بتبيد الإبادة بحق الفلسطينيين وبقيوا لساعات عم يقرأ أسماء شهد غزة يلي انقتلوا بحوالها شهر